في تنائية الطاقة والدفء من جهة ومعركة حماية الأرض والمناخ من جهة أخرى تتشكل الجبهات وتصطدم السياسات مثل المصالح هنا تترسم المواجهة بين منتجي الطاقة ومستهلكها في حرب غير معلنة كان مضمون البيان الختامي لقمة المناخ شرارتها سريعاً تلقفت البلدان المنتجة للنفط والغاز مستهجنة لمخرجات قمة غلاسكو ليكون معرض ومؤتمر الصناعة الطاقوية في أبوظبي الإماراتية فرصة أمام كبار المنتجين للرد بصوت واحد نعم لحماية الأرض لكن في إطار تحول طاقوي يحفظ المصالح الحيوية للشركات والدول المنتجة أكبر محفل طاقوي في العالم تحول لمنبر أمام صناع القرار في قطاع النفط والغاز للمرافعة عن مستقبل نشاط استغلال الموارد الأحفورية بعيداً عن محاولات بعض الدول المستهلكة لابتزاز تحالف أوبيك بلاس تحت غطاء حماية الأرض والتوجه نحو المصادر الطاقوية الصديقة للبيئة التغيرات المناخية التحدي الأكبر لمنتجي النفط في العالم لمواصلة استغلال الطاقات الأحفورية دون قيود أو شروط رسالة مؤتمر أدابيك نحو العالم ونحو واشنطن وإدارة جو بايدن ترجمة نانسي قنقر